منذ عام 2016 ينتظر مانشستر سيتي وصوله إلى نصف نهائي أبطال أوروبا ولتحقيق هذا الحلم كان بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراته مع توتنم وبدأ الحلم أقرب إلى الحقيقة في الدقيقة الثالثة والتسعين أي في الوقت بدل الضائع عندما سجل رحيم ستيرلينغ هدف التأهل في مرمى هوغو لوريس رحيم انبسط كثيرا ركضه واحتفل في زاوية الملعب بالزحف على بطنه لم لا؟ إنها نشوة التأهل فتخيلوا فرحة مدرب مان سيتي بيب جوارديولا بعد أن ظن أنه تأهل لنصف نهائي وكان بعد محاولات مضنية لثلاث مواسم أما على الجانب الآخر المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتيتشينو الذي رفض عروضا لتدريب أكبر الأندية كريا المدريد ومنشستر يونايتد يرى أحلامه كانت تتحطم أمام عينيه انظروا إلى هذه النظرة على وجهه ثم ظهرت إشارة صغيرة من الحكم على شكل مربع وتعني بأنني لن أحتسب الهدف إلا بالرجوع إلى تقنية الفيديو ما الذي قالته شاشة الفيديو ظهرت شاشة زرقاء ضخمة تقول الهدف غير محسوب لأنه تسل العبارة التي قلبت الآية رأسا على عقب إنها كرة القدم يا سادة التي لا تبقى الضاحكة ضاحكا والباكي باكيا وتقلب الأدوار بثواني انظروا إلى ردة فعل جوارديولا وإلى منافسه مسؤول حساب مانشستر سيتي على تويتر غرد بعد قرار الحكم بما يليه لا نعرف ما معناها لكنها حصلت على مئة ألف إعادة تغريد وأكثر من مئتي ألف إعجاب هكذا أعلق عشاق كرة القدم الإنجليزية في العالم العربي يقول لك مؤتمن محمد مش لاقي كلام أقوله عن اللي حصل مبارح أصعب لحظة عاشتها في حياتي للوهلة الأولى كنت أسعد واحد في العالم بعدها بثانية كنت أتعس بس برضو حفظ الفخور بفريقه وأكيد حيجي يوم والحلم يتحقق زي ما حصل في عام 2013 حلم البريمير ليج أما عبد العزيز يقول أجمل لقطة بدوري الأبطال لسنة 2019 الفلوس مو كل شيء يا بيب يخاطب بيب غارديولا وهذه صورته طبعا بيب غارديولا هو المدرب الأغلى أجرا وهو الذي حصل على أكبر تمويل لشراء أحسن وأفضل اللاعبين أما بالنسبة لهذه التغريدة من الغالي يقول دول الأفلام الهندي بعد فرحة الستي بالتأهل الدراما الفار تعكس الموضوع وتؤهل توتنم تغريدة أخرى من أحمد الخياط يقول للحين مقادر استوعب الخروج الدرامي لبيب غارديولا لقطة الفار كانت تمثل ذروة الإثارة في مباراة الجنون الإنجليزي عبد الكريم كراسو يقول هكذا يبدو غارديولا في دوري الأبطال بدون ميسي وشافيز ونيستا وأدرج هذه الصورة لشخص عربي يؤرقل في أحد المقاهي ويبدو أنه يشبه غارديولا معظم مشجعي الإنجليز يحضرون المباريات في البابز يشربون البيرة هذه كانت فرحة بعض مشجعي توتنم انظروا إليهم هاري كين لم يكن يحضر المباراة في الباب بل كان يحتفل في مكان آخر في منزله أمام التلفزيون ينتظر بشغف لحظة انتصار فريقه الذي لم يستطع أن يكون بينهم بسبب إصابتها انظروا ماذا فعل طبعا ودعم منشستر سيتي دورية أبطال أوروبا أما توتنم فسوف يلتقي فريق آيكس في أواخر شهر أبريل نيسان الحالي بعد أن حقق إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نصف نهائي دورية أبطال للمرة الأولى في 57 عاما والتقي فريق برشلونة مع فريق ليفر بول في أول شهر مايو أيار المقبل طبعا نحن بانتظار من سيكون الفائز بكأس أبطال أوروبا